أولا فضل هذه العشر إن هذه العشر لهي أفضل أيام الدنيا ولذا أقسم الله عز وجل بها في قوله والفجر وليال عشر وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من التابعين وتابع التابعين وسائل علماء الربانيين على أن هذه العشر هي العشر الأول من ذي الحجة قال في فضلها نبينا محمد ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم يا رب صلى على النبي محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي اللهم صلى وسلم وزيد وبارك عليه اللهم صلى وسلم على نبينا محمد قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر تدبر في قول النبي ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله الله عز وجل يحب الأعمال الصالحة في هذه الأيام خاصة ألا تحب من يحبه الله تدبر عبد الله تدبر في فقه الحديث ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قال والجهاد في سبيل الله الجهاد ذروة سلام الإسلام ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وفي رواية للإمام محمد بن إسماعيل البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم ما العمل في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء إسماعيل علماء قالوا إيه كما تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا قد دل الحديث على أن العمل فيها أي في هذه الأيام أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا كلها بلا استثناء أفضل الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر ومضاعفة الأجر كذلك عليها قال العلماء وذل الحديث على مضاعفة على مضاعفة جميع الأعمال الصالحة في العشر من غير استثناء شيء منها وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر ذا كلام سيدنا النبي كده أفضل أيام الدنيا أيام العشر طيب هنا يخطر ببالي الإنسان هل الأفضل العشر الأول من ذي الحجة ولا العشر الأواخر من رمضان كلام للعلماء في هذه المسألة ابن قيم قال كلام جميل مختصر هذا الكلام أن العشر الأول من ذي الحجة أفضل تفضل العشر الأواخر من رمضان والليالي العشر والليالي العشر عفوا والليالي الأخيرة من شأن رمضان أفضل من الليالي العشر من ذي الحجة يبنؤون في الأيام الأيام العشر من ذي الحجة أفضل من الأيام الأخيرة من رمضان يعني العشر الأواخر من رمضان وعما في الليالي فليالي الأخيرة من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة ولذلك اسمع كلام النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر قال سهيل بن صالح يحدث عن أبيه عن كعب قال تدبر اختار الله الزمان فأحب الزمان إلى الله الأشهر الحرم وأحب الأشهر الحرم إلى الله ذو الحجة وأحب ذو الحجة إلى الله العشر الأول الله أكبر الزمان الأشر الحرم وفي الأشر الحرم شهر ذو الحجة وفي داخل هذا الشهر ذو الحجة العشر الأوائل منه ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى بأن هذه العشر الأول من ذو الحجة فضائلها عشر سأعدد بعضها قال للعشر الأوائي منذ الحجة لها فضاء العظيمة منها أن الله عز وجل أقسم بها فقال والفجر وليال عشر أن الله تعالى سمّاها سمّا هذه الأيام بالمعلومات فقال الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات قال ابن عباس والأيام المعلومات هي الأيام العشر منذ الحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهذه الأيام بأنها أفضل أيام الدنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أفعال الخير فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا فيها بكثرة التسبيح والتحميد والتعليل يعني كثرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله التحميء التسبيح والتحميد والتعليل أن في هذه الأيام يوم التروية وفي هذه الأيام يوم عرفة وصومه وفيه يعني يوم عرفة وصومه بسنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة وفي هذه الأيام العشر الأول يوم النحر وكذلك في العشر الأول الحج الذي هو من أركان الإسلام وكذلك فيها الأطحية فالإمامة بن الجوز رحمه الله تعالى ذكر أفضلية هذه الأيام العشر وذكر ما قد ذكرته الآن نقلا عنه